اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الواقع الفضائية ومن خلال مجلس النشامة نرحب بكم أجمل ترحيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا ونعتذر إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات على التأخير لحصول خلل فني خارج عن الإرادة ولكن تم إصلاح العطل نشكروا الإخوان في الكنترول ونشكروا الإخوان في الإعداد على سرعة العمل وبرك الله فيهم رحبوا معي بضيوفي لهذا اليوم على يميني الشيخ أحمد الخليف والله يحييك شيخ أحمد يا مرحب ومسهلة الله يزاكم خير أقول ساعات طيبة في هذا الصباح الجميل في قناة الواقع وبرنامج النشامة وإدارتك أبو سعود سلمت دائما حقيقة في إداراتك كلها في الحوار في مناقشة بسهولة وبافتسامة سلمت الله يطول وحسن الإدارة مع ضيوفك الكرام ضيوف الجلد من بريده والأخونا الشائر الكبير وأبو أبجاد وأبو راكان الله يحيي خير وبركة وإن شاء الله يترون للقاء في هذا الصباح الجميل الله يحييك الله يحييك شيخ أحمد أيضا معنا ورحبوا معي بالشيخ عيسى الحربي داعية وإعلامي ونشكر له استجابة هذه الدعوة لحضور هذا البرنامج الذي هو برنامج مجلس النشامة الذي هو منكم ولكم مرحبا يا شيخ عيسى يا هل أبك ولا أبو سعود وهل أبو الموجدين الله يعطيكم العاسم وهل أبو المتابعين صراحة أني سعيد أنا اليوم بتواجد بينكم أنا أسعد الله يعافيكم ودعوتكم وبرنامجكم وخطوطكم كلها جميلة هو يخلطني أجيكم هنا الله يحييك الله يحييك شيخ عيسى ومرحبا ومسهلا والبرنامج هو برنامج النشامة منهم وإليهم أيضا هناك نشميات يتابعنا هذا البرنامج المبارك أسأل الله أن ينفع بنا وبكم إنه على كل شيء قدير أيضا رحبوا معي أخوتي المشاهدين وأخواتي المشاهدات بالشيخ والعميد سعيدا الراكا أرحب يا براكا أرحب يا مرحبا ومسهلا يا أبو سعود وأصبح على الجميع في هذا المجلس المبارك وعلى المشاهدين والمشاهدات من أمام الشاشات وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وينفع به المتحدثين والمستمعين آمين آمين إنه على كل شيء قدير والله يحييكم جميعا أيضا شاعرنا المتميز أخونا أبو فهاد مسفر العاطفي يرحب يا أبو فهاد يا مرحبا ومسهلا اليوم على هالعطل الفني نبي مشاركة إذا رجعنا لك المرة الثانية على خشم بيض الله وجهك عليه الشحر حييك وحيي ضيوهنا الكرام المتميزين واللي تابعونا خلف الشاشات وعلى هذه القناة المباركة والمجلس المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المجلس ممن تحفها الملائكة وتغشها الرحمة آمين آمين وفق الله الجميع الله يجزاك خير يا أبو فهاد والحقيقة يعني دائما هذه المجالس هي مجالس الكرام وهذا أنموذج هذا المجلس هو أنموذج للمجالس ومجالسنا في وطننا العزيز المملكة العربية السعودية وما هذا إلا أنموذج مصغر لما يدار في هذه المجالس عمر بن الخطاب يقول لو لا أربعة أمور لا أحببت أني قد لحقت بالرفيق الأعلى وذكر منها مجالسة قوام ينتقون طايب الحديث كما ينتقون طايب الثمر نسأل الله يجعلنا وإياكم موفقين ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا أخوي الشيخ مصلة الحربي يا مرحبا أنت عقونة نجاح في هذا المجلس المبارك الله يحييك يا بوجه أمين الله يبيض وجهك ونرحب فيك ونرحب فيك بضيوفنا وبيخواننا ونقول لهم يا هلا ويا مرحبا ونرحب لهم سر النجاح أمام الشاشات وهم الدافع المعنوي لنا أن نجتهد ونحرص على ما نقدمه حتى ينال ذائقتهم ويصل إلى استحسانهم وهم الداعم الأول لنا يا أبو سعود في الابتهاد في هذا البرنامج صحيح نحن نعمل كل خير جزاك الله خير كما عودناكم مشاهدي الكرام ومشاهدات الكريمات دائما نتطرق إلى مواضيع تهمنا جميعا وهذه المواضيع هي تمس حياتنا اليومية موضوعنا اليوم هو صلة بين العبد وربه هو سلاح المؤمن وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة فصلوات الله وسلامه عليه وهو وسيلة الاتصال بالله جل وعلا وهو الدعاء وما أدراك ما الدعاء الرب يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب دائما العبد في مناجات لله سبحانه وتعالى ودائما هو على صلة بالله سبحانه وتعالى وإذا رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى عاش في ملكوت آخر لأنه يناجي العظيم والجبار سبحانه وتعالى طبعا نبدأ بشيخنا الشيخ أحمد الخليف عن الدعاء وما هو الدعاء يا شيخ أحمد أزاكم الله خير اختيار موفق في هذا الصباح الجميل عن أمر مهم جدا حقيقي نحتاجه جميعا ما في أحد يمر عليه يوم من أيام حياته إلا ويحتاج أن يرفع لباريه سبحانه وتعالى الدعاء والله سبحانه وتعالى جعل سورة الإخلاص تلث القرآن لعظمها ولأن فيها لفظ الجلالة وأن الله واحد وأحد وأنه ترفع إليه الحاجات كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد الصمد نرفع حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تصمد الخلائق إليه فنحن بحاجة إلى الدعاء وإلى رفع الدعاء فالذكر الله دعاء وكل الأذكار التي تقولها هي دعاء والدعاء طبعا ورد في الحديث الدعاء هو العبادة مثل مقدمتك أبو سعود في إشارة لأن الدعاء هو العبادة ورد طبعا الدعاء مخ العبادة لكن الصحيح أن الدعاء هو العبادة وما فيه نبي من الأنبياء ذكر في القرآن والآن إن شاء الله أبو را كان يتحفن سوف يأتي سوف يأتي في محور آخر إن شاء الله نعم ما في نبي من الأنبياء إلا وله نصيب وسهم من الدعاء مثل إن شاء الله يأتي في المحور يعني قصة نبي الله يونس ونبي الله أيوب وموسى كلهم دعوا الله سبحانه وتعالى ففرج الله لهم فنحن أحتاج أن نرتبط بهذا الأمر وهو الدعاء أنه عبادة وفيه أجر وفيه خير ولا تستحسر الدعاء لا تقول أني دعوت فلم يجب لي لن تخسر في الدعاء شيء نفس الله وكما سيأتينا إن شاء الله في المحاول في هذا اللقاء المبارك يأمن الله يستجيب لك وهو قادر سبحانه وتعالى أو أنه يدخره لك في الآخرة أو أنه يدفع عنك من الشر والبلايا والمصائب أضعف ما تتوقع فالصاحب الدعاء لن يخسر شيء فالفقير يدعو والمهموم يدعو والمحزون يدعو والمكروب يدعو والمدين يدعو والذي عنده مشاكل اجتماعية اقتصادية بيتية يدعو فالفرج قريب إن مع العسري يسرى إن مع العسري سكرها مرتين لأهمية اللجوء والاعتصام بالله الله يريدنا أن نعتصم يريدنا أن نسجد أن نركع لأن هذه مواطن الدعاء ونتلمسها ونبحث عن وقات استجابة الدعاء ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى نعتصم به نتوكل عليه نحسن الظن به فالفرج قريب من الله سبحانه وتعالى سبحانه يعني هذه بعض الأشياء وإن شاء الله تكون بارك الله فيك مشاركة الضيوف يثرون اللقاء ويثرون هذا الموضوع أكثر يا شيخ أحمد وفتح عليك ونفع أبيك أنه على كل شيء قدير أخونا الشيخ إيسا الدعاء وما هو أثر الدعاء يا شيخ إيسا طبعا العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى تكون بالدعاء وأفضل عبادة عندنا لها الصلاة الصلاة فيها ثناء وفيها حمد وفيها دعاء محسنت فالدعاء يعتبر من الذكر وهو من أفضل أنواع الذكر الله سبحانه وتعالى يقومي أقومي الصلاة لذكري نعم الدعاء أو الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أثناء الدعاء أنك تكون يعني عالما أو فقيها أو يعني أرفع يديك وإلى الله سبحانه وتعالى يعني تذهب الله بضعف كي يتيك بقوة والدعاء والدعاء من أعظم الأسلحة عند الإنسان والدعاء له يعني أوقات فاضحة طبعا نحن ما نقول الدعاء يستجاب في أوقات معينة صح أنه وردت عنه صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس يعتقد أنك ما تجعل في الوقت هذا ويترك الدعاء في أوقات الثانية وهذا من الخطأ نعم وهذا من الخطأ فاحرص على اللوقات التي وردت فيها أن تجعل الدعاء لكن لا تتلقى اللوقات الثانية الله يوفقنا ويا بارك الله فيك شخص بارك الله فيك أبو فهاد أنتو شا أديت لنا اليوم في هالحلقة والله تشوفون بالنسبة الموضوع على الدعاء أمرا عظيم فيها شخص يقرب لي يعرفها أنا شخصيا يقرب لي سحبت السيارات منه وكان مطلق زوجته وهو رعانا في البيت لا سيارة لا مال ووقفت خدماته وارتك على الدعاء يعني تكاثرت عليه المصائب ويطلع من الساعة ثمان الصباح ويقل في المسكت لا جاء قبل الظهر عود صوت بيته وباقي الأيام في المسكت ما أخذ أسبوع ألا هو متزوج السيارة جاء رجال اللي يعطاه السيارة في بيته في بيته الله أكبر قاعه إياها في بيت ما شاء الله يقول دقت عليه قال أنا في الرياض قال أنا ما عندي سيارة مش عرجي قال الله أنا جاي كرحي رجع رجع اللي راح صاحب السيارة قدع عبري رجعها البيت وقود بسيارة وتزوج جاي على مالوده قبل أسبوع ما شاء الله الله في الدعاء الله يا أخواني شف يعني الشيء بالشيء أذكر والحديث عن الدعاء ذو شجون أنا حصل عندي موضوع من المواضيع في مدينة من مدن المملكة صار عندي فيها موضوع مهم جدا يعني تعتبر مدينة بعيدة عن الرياض وبعيدة يعني في شمال المملكة في الشمال الغربي كان لي زميل درس معي في معهد تحفيظ القرآن الكريم وانقطعت عنه سنوات وهو من هال هذه المدينة لا أعرف له رقب تلفون ولا أعرف له طريق ولا أعرف أحد دنيا أعرفه من مدة طويلة وكنت أبغاه يعني ضرورة جدا فدعوت الله عز وجل وأكثرت في الدعاء وألحيت عن الله عز وجل بالدعاء والله يا أخواني حصلت علي أنا في يوم من الأيام وانا في الحرم في الصف الأول يوم الجمعة وكنت أدعو الله عز وجل في هذه الساعة الأخيرة هذا الرجل والله ما أدري وين ألقاه والله يا أخواني هذا اللي حصل المهم في أثناء ونجالس باقيا عن المغرب الله أعلم تقريبا حول الساعة حنا في الصف الأول مقابل المرزام حق الكعبة آخر ساعة من يوم الجمعة مقابل المرزام حق الكعبة في الصف الأول في الصحن ما دريت إلا واحد يدقني في متني يبغى يقطع الصفوف ويطوف الله يا أخواني هذا اللي حصل يوم رفعت انظري وإذا هو صاحبي فهد بن علي القاضي الجهني وأصبح عليه بالخير في هذا اليوم كان يرانا عبر هذا البرنامج يوم قلت كده والله يا أخواني استدارت بالدنيا ما دري أنا في حلم ولا في حلم أنا غطيت وأنا جالس هذا اللي يطرع عليه لأن الرجل على بالي وقلت يمكن رأيت هذي رؤية يمكن وأنا أطال له فهد خوي وأقمز من غير سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم وأنا أقمز وسلم عني أنت فهد أنت فهد قال أنا فهد سلم عليه وتحفوا قال أنا بطوف قلت وانا أخوك طفو تعال صل عندي هنا يطرني بيك وإيه والله ممطي هل يت جوالا غير شيء لا هذا ما جاني الرجال طاف ذلك الحرم ذلك الحرم ما كل الناس معهم جوالات الجوالات يعني كانت محدودة المهم طاف الرجال وجلس عندي وعلمت الموضوع وعلمت باللي حصل قلت أنا والله أدعو الله من مدة أني ألقاك أو أني ألقى طريق يدلني عليك فليذلك الدعاء سبحان الله يا أخوان لا يستهين بهالإنسان أبدا لا يستهين به أخوي أبو بجاد فضل طالع أمرك الدعاء وأثره الدعاء أثره عظيم والله عز وجل بيّن للداعي أنه قريبا منه والله جل وعلا أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة فقال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا يجيب دعوة الداعي إذا دعا الله عز وجل أوعدك في الإجابة ولكن طلب منك الدعاء طلب منك أنك ترفع يديك وتدعو الله عز وجل وقال الله جل وعلا فدعوني أستجب لكم مباشرة فالله جل وعلا يا أخواني استجاب الدعاء لزكريا عليه السلام واستجاب الدعاء ليونس عليه السلام واستجاب الدعاء لأيوب عليه السلام أنبياء الله كلهم دعوا فالله جل وعلا كما بيّلنا في بداية سورة مريم كافها عنصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناداه سمه نداء إذ ناداه نداء خفية إذ نداء ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقي ثم انطلب من الله عز وجل أن يرجقه الولد فرزقه الله الولد وأيوب إذ دعا ربه أني مسني الضر أنت رحمه 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 فكشف الله عنه الضر شف رحمك الله فيونس عليه السلام يا أخواني يوم كان في بطن الحوت دعا الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقال بعضه للعلم إن للدعاء أركان استخرجت من آية من هذه الآية التي دعا فيها يونس وهي توحيد الله عز وجل وتنزيه والاعتراف بالذنب فقال لا إله إلا أنت هذه توحيد سبحانك هذه تنزيه لله عز وجل أني كنت من الظالمين اعترافا بالذنب فمن أركانه أنك أولا تبدأ بالتوحيد وتثني على الله وتصلي على النبي ثم وتنزيه الله ثم تعترف بالله في تقصيرك ثم تدعو الله عز وجل فالله جل وعلا قريب من من دعاه فكما جاء في بعض التفاسير أن قول الله عز وجل وإذا سألك عني عبادي فأني قريب وإذا سألك عبادي عز عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان هذه أخواني قيل أنه جو وفد للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أأى الله بعيد فننجيه أم قريبا فننجيه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه نزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فالله الله أخواني ندعو الله عز وجل ونتضرع إليه وننطرح بين يديه ونأتي بأداب الدعاء لإذا جاءنا إن شاء الله الدور سندكر بعض منها إن شاء الله بارك الله فيك أبو علي موضوعنا عن الدعاء وأثر الدعاء ما هو أثر الدعاء اللهم صلي وسلم عنا نبينا وحبيبنا الحمد صلى الله عليه وسلم سعد الله صباحكم بكل خير ضيوفنا وامتابعين أمام الشاشات وجميع المسلمين من حال معمورة سعد الله صباحكم واجعل هذا يومنا يوم مبروك ونسأل الله أن يطرح فيه البركة ويفرج الهموم ويشرح الصدور إنه على ذلك قدير الدعاء طال عمرك ولب العبادة وهو أنا قد قلت في أكثر من كده في بعض الحديث اللي لا يسعنا أن نذكرها هي الصلاة التي لا تلتزم بوقت ولا وضو ولا مسجد هي الصلاة بين العبد وبين ربه نسمونا الصلاة الدعاء الصلاة فأي وقت تذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله قيامه وقعوده وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق الله هذا الدعاء دائما يكون ديدا للإنسان وأنصح بكثرة أن نلح على الله سبحانه وتعالى فهو الجدير بأن يستجيب لنا أذكر لكم موقف أحد المشا شيخ في العمر وقد يكون شيخ وأقرب يلالله مني من المدينة خلأنا أذكر ما فيه أي شيء هذا صلّف جنبي في حارف الرياض هنا ولحط عليه ملاحظة كده قلت بعد السر أنتظرني ولما هذا وصفت وصفه قد مرت علي كحة عنده كده صار الحديث يجر بعضها بعض قال لي ما له الدعاء وما الدعاء وما الدعاء كذا كذا قال لي شوف يا ولدي قلت نعم هو كبير شوي قال أنا موقف من ذاك الموقف إلى الآن إلا نموت ما أنساه قلت خير إن شاء الله قال أبوي أعمو وكنت أجي معاه أنا صغير في الحرم المدني قال وجلس عنده كده أثارني نعست عند أرجول الكرسي قال ويجي واحد من الأمن حقين المسجد وهو يقول يدقني بالجزمة يقول لي كذا لا تنام طلعت صوت قال حمد شو عندك اسمها حمد الشايفة هو صغير قال لا يقول بكيت جت على وهذه بالمناسبة ترى هذه أخطر منطقة الكلية الواحد اللي يتعمد يمزح ولا غير مزح ولا شيء لا سمح الله قد تأدي لو فألا سمح الله أوجعته أوجعته وبكى بسمع الشاي بشاي بعمع الكرسي قال يا حمد شو عندك قال هذا حق العمل هذا قال يا الله هناك تشوف وأنا ما أشوف يا الله هناك تسمع وما دل إيش وما أسمع وأنت القريب وأنت الذي تجيب المضطر إذا دعاك أنت أنصر حمد لا حوله يقول والله يا الصلاة اللي بعد هني بصلون عليه والله يا الصلاة اللي بعد هذه هني بصلون عليه قوموا للجنازة يرحمكم الله ما أنه قال فلا يقولون كان عندها شوية الله يرحمه يرحم المسلمين جميعا يقولون كان عندها شدة شوية وغلضة كذا مدرعات جبن الله يعفو عنه فالمهم الله يعفو عنه عن المسلمين جميعا يقول والله لأنهم صلين عليها لصلاة صلاة فإياكم أخواني المشاهدين إياكم أن تدعوا بشر على من عرفت أو من عرفت فالله سبحانه وتعالى أعطاك الرخصة لذي ظلمك لكن إن تعفو فأو خير لكم إن تعفو فأو خير لكم لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك من ظلمك وما قدرت فيه ودعيت عليه ترى يجوز لك لكن إذا تبغل جنة والعفو وجنة العرض لصلاة الأرض فاعفو عنه إياكم تدعون بضرر على أي مسلم كان لأنه والله إنه ما تجدون للساعة في الصدر ودعوه تقلناها قدام كده أقول جربتها أنا أحاول في الشخص في صد عني في بعض الأمور لا بيني وبينها لوحدة وننتين وخافت تقابل ونرأي في مكان موقفين ينحرج مني أو لا ينحرج مني فادعيني في ظهر الغيب فأجلس الله يرسلني أو لا ينقابلني بقلب الله أحسنت أحسنت هذه أنا جربتها كثير هذا الدليل صفاء النية وصفاء السريرة أسأل الله هذا معلومات بسيطة عن الدعاء والله يوقف الله يبيض وجهك يا أبو علي الله يبيض وجهك كما هو معلوم مشاهدي الكرام ومشاهدات الكريمات أن الدعاء لا يتحقق المراد منه حتى يتوفر فيه الصدق والصبر والإلحاح والنخلص فلعل أخونا الشيخ سعيد يعدرج على هذه المسألة فضل يا شخص أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم الدعاء هو الصلة بين العبد وبين ربه دعاء الأنبياء فاستجيبت دعواتهم ودع الصالحون فاستجاب الله دعاءهم بل إن كل مكروب وكل محزون إذا اشتد عليه الألم وازداد عليه الضيق فليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى كما قال شيخنا في المقدمة لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلقوا الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الله يستجيب للملحين الله لا يمل من كثرة النداء ولا من كثرة الدعاء وأول وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكثر العبد من الدعاء في كل الأوقات وفي كل لحظات وليكن هذا الدعاء ملزوم بالصدق والإخلاص والتوجه إلى الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الإخلاص والتوكل على الله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا توكل على الله وتسليم لله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أكثر الذين يلتجؤون إلى الله في كل أوقاته وفي كل أحواله وفي كل ساعاته لا تجده إلا مصليا ولا تراه إلا داعيا في كل أموره صلى الله عليه وسلم متوجها إلى ربه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب اشتد عليه الأمر في قريش وزاد أذى قريش له فخرج يريد النصرة من بعض القبائل التي قريبة من مكة فخرج عليه الصلاة والسلام جهة الطائف يسير وحده بأبيه وأمه في تلك الطريق المظلمة الموحشة في هذه الجبال التي كلنا نعلمها ونعرفها يسير حتى يصل إلى الطائف صلى الله عليه وسلم فيلتقي بسادة ثقيف أبناء عمر بن عمير عبد يا ليل وحبيب ومسعود فيعرض نفسه عليهم ويعرض دعوته إليهم ويطلب منهم النصر ويبشرهم بعز الدنيا والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض الله الله ولكن أولئك القوم لم يوفقهم الله أولئك القوم أتاهم سيد المرسلين وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم ولو أنهم استمعوا لحديثه وأعانوه لأصبحت أسماؤهم من الأسماء التي يترضى عليها بالليل والنهار ولكن نسأل الله السلام والعافية ونعوذ بالله من الخذلان فعندما ردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا لنصرته قال إذن أكتموا عني لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود هذا الخبر إلى قريش فيشتد أذاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يستمعوا لطلب رسول الله وأوغروا صدور صبيانهم وفتيانهم ومواليهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فرموه بالحجارة حتى سالت أطهر الأقدام خدم محمد صلى الله عليه وسلم سالت دماؤه وهو يبلغ دين الله سالت دماؤه صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمات إلى النور سالت دماؤه عليه الصلاة والسلام ليخرجنا من جور الأديان إلى عدل الإسلام سالت دماؤه ليخرجنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فيسير صلى الله عليه وسلم بآلامه ويسير بدمائه حتى يصل إلى عريش للعنب ويأتي إلى ذلك البستان ويسند ظهره عليه فإذا رجلان من سادة قريش هم أصحاب ذلك البستان شيبة وعتبة أبناء ربيعة وهم من سادة العرب ومن سادة قريش فعندما ينظران إلى ابن قبيلتهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ترق له رحمهما وهو الصادق الأمين فيأمرون مولا عندهم قالوا خذ قطفا من العنب واذهب به إلى ذلك الرجل وأعطيه إياه فتحرك هذا المولى وهذا الغلام وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بهذه الخطوات وهو سيلتقي بأعظم من خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يسير بهذه الخطوات ليلتقي برسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات يناجي ربه ويدعو الله ولا يلتفت للناس ولا يسأل الناس فيقول في دعائه المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي انظر إلى هذه الدعوات التي خرجت من قلب مؤمن صادق وأطهر قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري أم إلى عدو ملكته أمري إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات الله وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي صخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله التجأ إلى الله بهذه الدعوات التي ارتجت لها الأرض والسماوات وهذا الغلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قطف العنب فيقف بين يدي رسول الله فيقدم ذلك القطف لرسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم في آلامه وأوجاعه لا ينسى السنة ولا ينسى ذكر الله في كل أوقاته ذاكرا لله فيمد يده ويقول بسم الله بعض الناس لو تجيه مصيبة بسيطة يمكن ينسى بعض الفروض يمكن يقنط من رحمة الله يمكن لا يتوجه لله بالدعاء وينسى في هذه الأزمات أن يلتجع لمفرج الكربات لله سبحانه وتعالى فمد يده رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا العنب ثم قال بسم الله فقال له هذا الفتاة ما تقول؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول بسم الله قال إنها كلام لا يعرفه أهل هذه البلد البسملة ما يعرفونها أهل البلد فقال له النبي من أنت؟ قال أنا عداس قال من أين؟ قال من نينوى قال له النبي عليه الصلاة والسلام نينوى بلد العبد الصالح يونس بن متى قال ومن أعلمك بيونس بن متى كيف تعرف يونس؟ كيف تعرف يونس في هذه الجبال وفي هذه القفار وفي هذه الصحار وفي هذه الأصنام وأهل هذه البلد على جاهلية جهلة لا يعرفون الأنبياء قال وما أدراك بيونس بن متى قال ذلك نبي أخي وأنا نبي فأكب عداس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قدمه يقبلهما ويبكي الله هنيئا لعداس رحمة من الله لهذا المولى فقال شيبه وعتبه بع أحدهما لبعضهما لقد أفسد عليك مولاك والله ما أفسده إنما قاده أن يكون صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أفسده وإنما أخرجه بأمر الله من الظلمات إلى النور ثم عاد عداس لشيبه وعتبه فقالوا ويلك إن دينك خير من دينه قال والله ما على الأرض رجل يمشي أطهر ولا أنقى ولا أعلى من أقدام هذا الرجل وأسلم عداس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعود النبي عليه الصلاة والسلام بفضل هذا الدعاء ويأتيه جبريل ومعه ملك الجبال قال هذا ملك الجبال يستأذن يستأذنك يا محمد أرسله الله إن أردت أن يطبق الأخشبين على أهل مكة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد الانتقام قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا هذا فضل الدعاء وهذه رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي الالتجاء لله في كل أوقاتك وفي كل أحوالك وفي كل أزماتك ونعود ونذكر الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اجعلنا ممن يتوجهون لك في كل أحوالهم وممن يدعونك في كل لحظاتهم وممن تستجيب لهم دعواتهم وصلى الله على محمد إزاك الله خير يا شيخ سعيد وبارك فيك وأحسن إليك ونفع بك صباح الأعمال الصالحة صباح الصدقات صباح التبرعات صباح البحث عن أعاذ الجنات وردتنا الآن عدة تبرعات لجمعية الجديدة في مكة وقف الأيتام بارك الله فيكم أيها المتابعون الكرام وأيها المتابعات الكريمات الذين بادرتم من تلقاء أنفسكم للتبرع وبذل الخير وما أجمل أن يبدأ الإنسان صباحا بالأعمال الصالحة بصلاة الفجر وبالأذكار ثم بالصدقة والإحسان إلى الأيتام والإحسان إلى المساكين كم هو جميل أن يبدأ المسلم يومه بهذه الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله جل وعلا وتباعد عن النار وتقربه إلى كل عمل يقربه إلى رب العالمي سبحانه وتعالى بنعلن هذه التبرعات تبرع الأول من الأخ سلمان السهلي 300 ريال ما شاء الله الأخت حصة السبعي 300 ريال ما شاء الله أبو عادل 50 ريال أميرة العتيبي 200 ريال أم جوانا 100 ريال عفرة النزال 300 ريال عفرة النزال أيضا 100 ريال عفرة النزال 50 ريال ما شاء الله جوزة علوش 200 ريال ما شاء الله عبد الرحمن أحمد 50 ريال نورة الفالح 300 ريال متبرع رمز لإسمه بالحروف الإنجليزية 200 ريال والله الحروف الإنجليزية والأسماء الإنجليزية ذي لأنها بلا شبهة لكن سامحونا أيها المشاهد حن ثقافتنا عربية خالصة طلال العتيبي 350 ريال أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يبارك لكم في أموالكم وأولادكم وأنفسكم وصحتكم إنه على كل شيء قدير بشائر العجمي 100 ريال حصة سافر الترجمي فالله المبلغ مهوظ ظاهر عندي لكن أسأل الله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة وأن يثيبكم ما قدمتم بالجزاء الجزيل بالرب العالمين التجارة يا أخواني مع الله سبحانه وتعالى والله إنها رابحة رابحة بكل المقاييس فتاجروا مع المولى سبحانه وتعالى ولا تعلم لعل هذا القليل الذي تقدمه هو الذي ينجيك يوم القيامة ينجيك في ذلك الموقف العظيم يوم يأتي الناس كلهم في ظل صدقته وأنت تأتي يوم القيامة والناس قد بلغ منهم العرق مبلغة وأنت في ظل صدقتك الله أكبر ما زلت في وقت الإمكان بادر قبل أن تغادر الله أكبر الشيخنا الفاضل الشيخ أحمد الخليف الحقيقة الحديث عن الدعاء ذو شجون والمؤمن يلذ ويطرب للدعاء والحديث عن الدعاء نريد نماذج من الكتاب والسنة ومن دعاء الأنبياء وكيف ناجع رب العالمين لأدعيتهم لعلنا نتأسى بهم أحسن فضلي شكرا والله فعلا الدعاء يعني ما تدري كيف تبدأ وكيف تنتهي وكيف تتناول جوانبها الكثيرة الدعاء شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب الداعي ويحب الدعاء يحب من دعاء ويرفعه ويرفع دعاء يا سلام كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى فالداعي على عباده وعلى خير وعلى طاعة بإذن الله تعالى لو أخذنا الأنبياء الكثير في الآيات مواقف كثيرة أنا دائما تستوقفني نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نعم يعني كيف دعا وكيف كان دعاء حتى نعيش آثاره الآن ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فدعا لكل المؤمنين والمؤمنات فمن دخل في هذا الدين وآمن بالله فتناله دعوة نوح عليه الصلاة والسلام ومثل ما شاربه بجاد الله يحفظه يحفظ المشاهدين والمستمعين والمشاهدات ويحفظ حضورنا الكريم ذكر أن نماذج زكريا عليه الصلاة والسلام عندما دعى إبراهيم عندما دعى لما أودع زوجه وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام أودعهم بحفظ الله ورعايته وقال إني أسكنت من ذريتي من ذريتي بواد غير ذي الزرع غير ذي الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآن عندما ترى هؤلاء الحجيج يأتون من كل فج عميق الله هذه دعوة إبراهيم وطلب من الله أن يكون هذا البيت آمنا ولذلك الله استجاب دعاءه قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه نذقه من عذاب أليم ودعاء الأنبياء المواقف كثير حقيقة ما يمر نبي ويذكر في القرآن إلا وتذكر له مواقف في الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى استجاب استجاب له بل وصف أنبياء وصف نوح إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أواه حليم وأواب وكذلك يعني كثير الدعاء كثير الذكر كثير التأوه لله سبحانه وتعالى فالدعاء شأنه عظيم ولذلك وأختم يعني لو تأملنا أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأسماء وصفات كلها عظيمة كل أسماء الله عظيمة ولذلك من الأدب أنك تناديه بأسمائه سبحانه وتعالى وعندما تطلب شيء تذكر الإسم المناسب للشيء الذي تدعوه طلبت مثلا الرزق تطلب الرزاق والمعطي أنا لاحظت بعض الأسماء فيها سبحانه وتعالى ارتباط بالعطاء وبالرزق مثل عندما تدعو الله سبحانه وتعالى يعني بعض الأسماء ولكن كل أسماء الله كلها عظيمة لكن أذكر منها على السريع ولعل المشاهدين والمشاهدات يركزون على هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى أولا أنه قريب سبحانه هو أكد في ذلك سبحانه وتعالى وأجاب فإني قريب أجيب دعوة الدعيدة دعان وأشار إلى أن رحمته قريبة إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال لعبده أسجد فاسجد واقترب ورد حديثين بدنا نحفظها قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل أقرب ما يكون الرب سبحانه وتعالى من عبده في جوف الليل ولذلك يقول هل من سائل فأطي هل من داع كأنه يناديك كأنه يعني يطلب منك وهو له الفضل وهو الجود هو الذي يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى ثم ورد حديث آخر قريب من الحديث الأول قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في فرق بين الحديثين أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل والحديث الثاني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نعود للأسماء التي تدل على أهمية الدعاء ومكانة الداعي القرب من الله سبحانه وتعالى أن الله سميع سبحانه وتعالى يسمع كلامك حتى ولو لم تتكلم بالكلام الواضح ولكن مجرد الهمس فإنه يسمع هذه الحروف ولو لم يسمعك أحد ما أحيانا بجوارك بعض من يسجد لكن ما يسمعونك وأنت ساجد والله يسمعك سبحانه وتعالى ثم كذلك البصر أنه يراك ثم أنه واسع من أسمائه الواسع فعطائه واسع إذا عطاك وسع لك في العطاء رحمته وسعت كل شيء إن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة ثم أنه باسط سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ثم كذلك بعد أنه المعطي أنه الغني هذه كلها تدل على أنه سبحانه وتعالى يعطي عطاء عظيما كريما أنه كريم هذه كلها من أسمائه سبحانه وتعالى أنه كذلك وهاب ذو ما أشرتولها ربي أشار ربي أشار لهبوب جاد هب لي فوهاب له سبحانه وتعالى وهبنا له فهو وهاب كذلك الرزاق يعني أنا تقريبا تأملت يمكن حول عشرة أو أكثر أو أقل يعني تقريبا هذا العدد فلو يسترجع المشاهد بإذن الله يتأمل عندما يرجو من الله شيء ويطلب من الله شيء تأمل هذه الأسماء أنه كذا وكذا من الأسماء التي ذكرناها هذه في إشارة إلى قرب الإجابة إن شاء الله وجزاكم الله خير بارك الله فيك بارك الله فيكم أسعد الله وأوقاتكم بارك الله فيك بارك الله فيك طيب يا شيخ أحمد الله بسرعة الله بسرعة لا أنت هل لازم الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يتكلف في الدعاء أو مثلا باللغة العربية الفصحة أو يتكلم بما في خاطره وما في صدره لأنه ناجر عظيم نريد إشارة لهذا الأمر الإشارة السريعة لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حالك ويعلم ويسمع كلامك فما يحتاج أنك تتكلف العبارة ويضيع يعني يذهب الخشوع بلهجتك نعم بلهجتك البسيطة القريبة من الله سبحانه وتعالى حتى لو لم ترفع صوتك ولذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يرفعون أصواتهم قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصم إنما تدعون سميع قريب سبحانه وتعالى فلا يتكلف الواحد أهم شيء يكون يخرج ما في ما في قلبه بكل بساطة وبأقل عبارة حتى لو كلمتين ثلاث لكن الله يعلم ما في حالك ويعلم أنك دعوته سبحانه وتعالى جزاكم الله خير بارك الله فيك بارك الله فيكم جميعا أخوي الشيخ إيسى حول هذا الموضوع حول هانو دندل الله يساعدكم طبعا كلام شيخ أحمد قال كلمات يقول إنها من أسماء الله عز وجل فقبل فترة مريت على واحد باصط أو عنده محل على الشارع فكاتب العبارة جميلة الصراحة كاتب كيف أخشى الفقر وأنا عبد الغني الله الله كيف أخشى الفقر وأنا عبد الغني الله الله فالعبارة هذه وقفتني وصورتها وتكلمت معه قلت ما شاء الله وش اللي وصلت له هذه قال والله إنها يعني قناعة من قلب وقناعة هنا الله أكبر فلابد الواحد أنه يقنع بما عند الله سبحانه وتعالى بعطائه بكرمه لا ترفع يديك إلا أنت وانت مقتنع لذلك من أسباب إجابة الدعاء عدم تردد بالدعاء بعض الناس يتردد بالدعاء إذا يجب يدعي أو يربط بالمشيئة كل شيء مربوط بالمشيئة إلا الدعاء كل شيء مربوط بالمشيئة إلا الدعاء لذلك نبس صلى الله عليه وسلم يقول وليعزم المسألة حسنا لأن إذا جيت بتدعو ادعو بعزيمة وادعو انت جازب لا تقول اللهم غفر لي إن شئت الله يرزقك إن شئت كل شيء مربوط بالمشيئة إلا الدعاء فقط ما هو مربوط بالمشيئة يسر كذلك مثل ما قلنا لكم اختيار وقاة الدعوات مثل ثلاثة آخرين من الليل مثل بعد الوضو مثل عند ختم القرآن مثل ما كان يفعل أنا كذلك في شيء مهم لإجابة الدعاء اللي قال النساء سلم يساعد وققاص أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة لذلك مضحين يجيك واحد يقول أنا دعوت ودعوت وما استجيب لي هذا في سببين إما أنك ما أطبت المطعم أو أن الله سبحانه وتعالى ادخر لك الدعاء لأن الدعاء إذا دعيت بيحصل لك ثلاثة شيئا إما أن الله يستجيب دعوتك أو يدخر لك يوم القيامة حسنات أو يدفع عنك من السوء بقدر الدعاء لدعوت الله يعافيك ماذا لي بارك الله فيك شكرا يا شيخ إيسر الحقيقة إخواني يعني مع هذا الكلام والحديث مع المشايخ والإخوان تذكرت قصة ذكرها ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة ذكرها عن الإمام مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول قدمت الكوفة وقدمت إلى مسجد الكوفة والناس يدعون في صلاة الظهر يستغيثون الله عز وجل لأن الأنهار جفت والآبار غارت وكانوا يستغيثون الله عز وجل يقول فصلينا الظهر واستغثنا وصلينا العصر وصلينا المغرب ونحن في المسجد وصلينا العشاء وانصرف الناس يقول فبدت في المسجد يقول هذا الكلام لمالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول لما مضى يعني هزيع من الليل يقول وإذا برجل يدخل إلى المسجد في رداء وإزار يعني ملابسه اللي عليه رداء وإزار يقول رداء لا يكاد يستر آتقيه يكاد يعني أنه ما يسترها من صغر هذا الرداء يقول أفطس أبجر أسود أفطس يعني صغير الخشم أبجر عظيم البطن أسود لونه أسود يقول فدخل فالتفت يمنة ويسر فلم يرى أحد في المسجد يقول لم يراني يقول فصلى ركعتين خفيفتين يقول فرفع يديه إلى السماء ثم قال إلهي وسيدي ومولاي من هو؟ هو الله يقول وأنا أستمع إلهي وسيدي ومولاي يا حلي من ذاءنا يا من اعتاد خلقه منه الجوت اللهم إنك منعت القطر من السماء تأديبا لعبادك اللهم أغثهم اللهم أغثهم اللهم أغثهم يقول فإذا بالسماء تدند والرعد أسمعه يقول ففاضت السماء كأفواه القرب يقول فانصرف الرجل شفها الدعوات يمكنها ما تجي لها أربع كلمات لكن رب أشعث أغبر في غبراء الناس إن شفع لم يشفع وإن خطب لم يزوج لو أقسم على الله لأبره أنا استوقفني وهذه يعني في الهامش مقطع انتشر ورأيتموه كل أبوكم في الحرم عامل من عمال الحرم شايب كان يدعو وكأنه سولف يقول بيدك كذا وكان بالحالة في الحرم ما عند أحد يناجي الله عز وجل بلهجته بلغته بسليقته بطبيعته ويشتكي إلى الله عز وجل ويتكلم رافع ديدي يقول كذا يا أخواني هل تظنون هذا يردها الله عز وجل والله لا يردها الله جل وعلا يا أخواني وجه لكم دعوة من هذا المكان لا تغفلون جانب الدعاء من كان مريضا فليلجأ إلى الله من كان فقيرا فليلجأ إلى الله من ابتلي بفساد الأبناء فليلجأ إلى الله من ابتلي بأي شيء من ابتلاءات الدنيا فالله سبحانه وتعالى يبتلي عبده حتى يسمع صوته ادعو الله توجهوا إلى الله عز وجل يقول مالك بالدينار فخرج هذا الرجل في هذه الأمطار الغزيرة يقول فتبعته يقول فمشى في أزقة الكوفة حتى وصل إلى دار دخل فيها يقول فخشيت أن أفقد هذه الدار يقول فأخذت من الطين ووضعته على الباب حتى أعرف هذا المكان في الصباح يقول فرجعت إلى المسجد يقول فبقيت في المسجد حتى صليت صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر انطلقت إلى هذه الدار يقول فطرقتها وإذا هي بيت نخاس النخاس والذي يبيع العبيد والجواري يقول ففتح لي الباب ويقول قال ما حاجتك قلت غلاما عندك قال عندي عدة غلمان قلت أريني إياه يقول فأخرج من عنده من العبيد والغلمان يقول فنظرت إليهم وإذا صاحبيهم هم معهم قلت لا يا أخي في واحد ثاني ما هم مع ذو غلام وينه قال والله هذول يصلحون للعمل قلت لا باقي قال ما عندي إلا شيخ كبير لا يكاد يصلح لشيء يقول بنى لك كوخن في طرف المنزل مثل العشة قلت علي به يقول فلما جاء وإذا هو صاحبي البارح قلت هذا هذا قال يا سيدي إن كنت تريد العمل ففيه من هو أحسن مني وإن كنت تريد الصناعة ففيه من هو أمهر مني وأنا شيخ كبير لا أنفأك بشيء قال أريدك أنت يقول فاشتريته يقول فذهبت به إلى بكاني يقول فلما قال يا سيدي كرر علي يا سيدي إنني لا أصلح للعمل فماذا يعني ما هي حاجتك فيه قال لقد رأيتك البارحة يقوله مالك بن دينا قال أين رأيتني البارحة قال في المسجد لما دعيت واستغفت الله عز وجل قال لعله ليس أنا قال بل أنت قال ومتأكد أنه أنا قال نعم قال اذلي يا سيدي أن أصلي ركعتي قلت لك ذلك يقول فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقول فسمعته في السجدة الأخيرة يقول يا صاحب السري إن السر قد ظهر اللهم اقبضني إليك غير مفتول يقول فما قام من سجدته رحمه الله تعالى فلذلك الدعاء يا أخواني أمره أمره العظيم لا تستهيلوا بالدعاء وتأدبوا مع الله في الدعاء بعض الناس الآن نشوفهم بالمسجد نسأل الله أن يهدي ظن المسلمين يصلي السنة في المسجد ثم يقول سذق ثم زوعوا مع الباب طيب وش دأيت وش قلت وش هذا ما هو باستعجال هذا سوء أدم مع الله عز وجل يا أخي أنت لو تدخل على مسؤول ولله المثل العلى تدخل على مسؤول في حاجة من حاجاتك من حاجات الدنيا تدخل عليه تويس عليه ذلون وتنصرف قال هذا مهبول ذا ولا صاح جيبوه جيبوه يمكن لو أنه عنده سلطة يمكن أن تدخل كالسجن يا أخي تأدبوا مع الله إذا رفعت يديك فأنت ترفع يديك للجبار العظيم المتعادي سبحانه وتعالى يقبل عليك الله بوجه ترفعت يديك فأحمد الله ثم أكثر من الثناء على الله ثم صلي على رسول الله ثم اسأل حاجتك فأن الله المعطي والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا أعطى رب العالمين أدهش سبحانه وتعالى فلذلك لا لا تتضاعف جانب الدعاء ولا تتلاين جانب الدعاء ولكن أخلص الدعاء لله عز وجل وارفع يديك صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والهداية والسعداد أخوي أبو فهد يبيننا قصيدة جاءلك تنشطنا ادعاء قالوا الإمام محمد بن حنبر رضي الله عنه أتى إلى بغداد أولي الكوفر صلى في المسجد ويوم صلى في المسجد يبيننام جاء حارس المسجد وقال أطلع بره ممنوع الله الله وكان في ليلة باردة نام على قلعة الطريق حتى جاء أش اسمه الخباز اللي مع الصبح أشعل الفرن ودعاه قال تعالى هنا لك تدفع الفرن أولي الخباز هذا سانه شغالا بذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله هو يخفز قال أسعى لك بالله هذا هل وجدت أثر لذكر الله عز وجل لتذكره قال نعم قال ما أثره قال ما دعيت الله عز وجل بشي إلا أعطانيها إلا حاجة وحدة قالوا ما هي حاجة قال روية الإمام أحمد بن حم قال هذا أحمد بن حم قال ساقه الله عليك قال عطل الطريق دخل عليك فيه الله أما القصيد أبو علي والشيخ كان أتناقشنا وياهم في بيات في البر وما البر وقال لازم تعطنيها في البرنامج يا أخوي هل بدوي إذا يحب البر شمس وسموم وحرب ما تبول من قال كنت مرة مسافر جيت في ذاك الشعب اللي في ظله من وعدين في ظله من قبل بات زي لها حمام يا مزعقين أنا قد صلحت لشاهي وتعرف البدوي لما شغلت موتر ومشيت وشاه في المكان على هذا الحي الله هذي والله الحمام تلي به مشبب بيتين وفيها شلة شوي ما عاده أنني بيش شلة لج صدري لجت الورق في منح شعيب طيب طيب في مفيض الودي اللي يضرب خدم فيه يا سلام وديين خال من الناس وعلوه قليب مرتع للذيب وطير خفاق الجناح يقول لك صدري لك جت الورق في منح شعيب في مفيض الودي اللي يضرب خدم فيه ودي خال من الناس وعلوه قليب مرتع للذيب وطير خفاق الجناح الركاية فوق هو الجبل منها قريب في عشي القير تلعب معه وج الرياح في غصون الطلح كانها تحرر المغيب والهبين من جنوب ونشعاتها بالنياح ما جرى لسي الحمامة فانا منه صويب بس خف منه وحلي بيحمكنون الجراح أو سلامتكم سالم وغان وصحة السامن صحة أبدالكم نشطنا ودقيتنا إن هذا اللي بيعل مطول ويبارك فيك والثانية إن شاء الله ويا فعبك إنها من الشعري لا تخفينا وحدة لا بشب السعد شفت مفهد جعله يا سلم وصانا عزو الله يروا عقدرك يا أبو أسعود شيخنا مصلط الحقيقة الحديث عن الدعاء والكلام عن الدعاء نريد بارك الله فيك لعلك تعرج على مسألة الدعاء وأدب الدعاء وحسن الظن بالله عز وجل وعلاقته بالدعاء بسم الله الحمد لله والسلام أوش أنت ذكرت سالفة العامل اللي في الحرم فالقصة لها تكملة سبحان الله هو رأوه ويدعو ويتكلم وانتشر له مقطع ثاني وقد فتح الله عليه ورجع للحرم وهو من رجال الأعمال في ديرته وأخذ معه مقطعه وهو في أفخم السيارات وفي قريب من أفضل الفنادق في الحرم عند الحرم قريب فيقول له أنت كنت تدعو فيقول له هو يبين لهم أنه قد استجاب الله دعاي اللي رأيتوني فيه فالله جل وعلا عليه بمقصد قلبك لا عليه بمن الفضل سانك لأن الله يعلم اللي في القلوب سبحانه فإذا دعوت الله بصدق ويقين بإجابة الدعاء وإن الله جل وعلا بيده العطاء وبيده الخير وبيده الفضل وبيده السعة وبيده الرزق ودعوت وحركت هذا اللسان والقلب موق ومصدقا بهذا الشيء فاعلم أن الخير سيأتيك من الله جل وعلا ومن إجابة الدعاء يا أخواني بر الوالدين فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي يأتي من اليمن وقال للصحابة ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن إذا أدركته يا عمر فاسأله أن يستغفر الله لك أن يدعو الله لك وش السبب اللي جعل هذا الرجل يسألونها الصحابة أن يدعو الله لهم ويكون مستجاب الدعوة بره بوالدته فمن أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين يا أخواني والإحسان لهم والتذلل لهم فهذا من أسباب إجابة الدعاء ولكن يا أخواني لأسباب الدعاء يجب أن نأتي إذا أتينا بين دان الله زوجل مثل ما قال أخوي أبو سعود أن نأتي بين دين الله جل وعلا ونحن متذللين لله مفتقرين لما عنده خافضين الجناح والذل منكسرين بين يديه ندعو الله بانكسار قلب وتذلل ونبين الضعف لله جل وعلا لأنك أنت الضعيف تبين ضعفك للقوي وأنت الفقير تبين ضعفك للغني وأنت المحتاج تبين ضعفك للمعطي الذي إذا أذن بالعطاء أعطيت وإذا أذن بالرزق رزقت سبحانه وتعالى فدائما يا أخواني من أذكار الصلاة لندعوها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إذا أعطاك الله لا أحد يستطيع أن يرد وإذا ما أذن الله لك بالعطاء ما أحد راح يعطيك وأنت لم يأذن الله لك بالعطاء فالعطاء من الله والمنع من الله فأنت دام أنك تعلم أن العطاء من الله فادعو الله بيقين وادعو الله بإحسان ظن ولا تجعل الله مكان للاختبار الله ليس مكان للاختبار سبحانه بل تجزم بالدعاء وتدعو الله بيقين وبحضور قلب وتدعو الله بحضور قلب إخواني حنا لو بغينا من أحد من أهل الدنيا ومن رجال الأعمال تلقانا نجي و ندعوه وحنا مركزين ونتكلم معه وحنا مركزين ونتكلم معه ونلطف الكلام لأيش لأنه نريد من هذا الشخص شيء وهو بشر لا يملك إلا ما أعطى الله عز وجل ولا يعطي إلا ما أدن الله له بالعطاء صح أو لا يا أخواني فأنت أتيت لهذا الرجل وأنت تعلم أن اللي بيعطيك الله إذا ما الله أمره ما رح يعطيك والله لو تزين الكلام من هنا إذا ما الله أراد لك منه عطاء فلن يعطيك فالتأدن مع الله في الدعاء يا أخواني مثل ما قال أخوي تدعو الله بأسمائه وصفاته وتبدأ الدعاء بالثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه ويفضل أن تستقبل القبلة في الدعاء وأن ترفع يديك النبي صلى الله عليه وسلم من مواطن الدعاء اللي دعا فيها أنه كان يرفع يديه حتى إذا رح يسقط منه من كثر ما يرفع يديه ويتضرع لله عز وجل يا أخواني كلمة يا رب يا رب ذكرت في صورة أهل عمران على سبيل الدعاء خمس مرات خمس مرات ربنا 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 خمس مرات جيبت على صيقة الدعاء كلها فحنا يعني ما نماس تحضر العيط حتى لا نخوض فيها ولكن الشاهد أنها خمس مرات ربنا ربنا كلها واستنبطوا منها أهل العلم أنك إذا أردت أن تدعو فأنك تقول يا رب يا رب يا رب يا رب ثم تأتي بما تريد هذا من التضرع لله وأنك تدعو الله بالربوضية يا رب يا رب وأنت موقن بأن هذا الرب الذي أنت تدعوه سيعطيك ما تريد سيحل لك مشكلتك ترى ما هو بس يا أخواني حنا نظن أن الدعاء والتضرع بس بطلب المال لا بطلب الوظيفة بطلب الولاد بطلب إزالة الهم بطلب تفريج الكربة كلها ادعو لله أنت متضرع سيشرح الله صدرك وسينفس الله كاربك وسيقضي الله دينك وسيحل الله عنك مصائب الدنيا وسيشفي الله مرضك ولكن تضرع لله عز وجل ادعو الله أنت متضرع وأنت موقن بالإجابة يقول الله في الحديث القدسي أنا عنده ظن عبدي بي أنا عنده ظن عبدي بي يقولون أهل العلم اللي تظنه من الله سيأتيك الله به يا رب فظنوا بالله خير يا أخواني ظنوا بيش ظنك بالله أنا أدعو الله وأنا أظن بالله عز وجل أن الله يعطيني مسألتي سيعطيك الله مسألتي فما ظنكم برب العلم أي فما ظنكم برب العلم يا أخواني يا أخواني ربنا أرحم مننا أرحم من أمهاتنا بنا أحسن ربنا قال عن نفسه قريب ربنا قال ادعوني ربنا جل وعلا قال وسعت رحمته كل شيء وأنت يا ابن آدم من هذا الشيء اللي وسعتها رحمة الله عز وجل الله جل وعلا أعطانا رحمة يا أخواني نترحم فيها حتى البهائم نترحم فيها يا أخواني حتى البهائم ترحمها من الحر ترحمها هذه رحمة واحدة أعطاك يا أهل من أسماءه الرحمن الرحيم من أسماء الله الرحمن الرحيم وكيف يا أخواني ما نحصن الظن بالرحمن الرحيم كيف ما نوقن بالله اليقين الجميل من الحليم على من عصاه الغفور للتائب القريب من من داعه من رحمة الله أنه وصف نفسه بالقرب من الدائب ودعاك يصل إلى الله مباشرة ما بينك وبينه واصلا ولكن أول شيء الإنسان يتحرى إجابة الدعاء ويدعو بيقين ومثل ما قالوا الأخوان يتخلص من الحرام ويتخلص من الأشياء لتمنع الإجابة فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا يا أخواني حسن الظن بالله واليقين لأن والله يا أخواني ما أوقان عبد بربه خيرا إلا وجد الخير العظيم وما أحسن الظن عبدا بربه إلا وجد الخير الكبير فربنا رحيب ربنا غفور ربنا قريب منا ربنا هو المعطي ربنا هو الرزاق فلنقترب إلى الله جل وعلا ولنرفع يدينا ونحن موقنون ولا نستعجل يا أخواني بإجابة الدعاء والله إن الله سيستجيب لك وسيعطيك مسألتك ولكن قد الله جل وعلا يؤخر عليك حتى يسمع منك قد يؤخر الله إجابة الدعاء يريد أن يسمع تضرعك يريد أن يراك وأنت ساجد بين يديه يريد أن يراك ويسمعك وأنت تتضرع وتتودد إليه من أسمائه الودود يا أخواني سبحانه الودود يريدك أن تتودد إليه وأن تسأله فكلما تذكرت إسم من أسماء الله فإذا هو يدل على عظمة هذا الرب وعلى رحمة هذا الرب ويدلنا على أن نحسن الظن فيه سبحانه وعزته وجلاله وأترك المجال لهم بارك الله فيك شكرا لك مرجعك وأجدت وأفت الحقيقة مشاهدي الكرام ومشاهدات الكريمات لا ننسى سؤال الحلقة فقرة النشامة السؤال يقول ما هو دعاء نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت طبعا الإجابة في هاشتاك البرنامج والفائز له 150 نقطة يعطيها من يشاء من متاسابقين برنامج كيرزما يعيد السؤال ما هو دعاء نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت الحقيقة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يعني أمر عظيم جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي أحدكم ما شاء فكل ما كان ظنك في الله عز وجل عظيم وظنك بالله سبحانه وتعالى طيب فالله سبحانه وتعالى يهبك ما تشاء ويعطيك ما تشاء لأن الله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء لا غفران ذنوب لا عطاء السؤل لا أي شيء من الأمور حتى الإنسان إذا كان ذنوب عظيمة وذنب عظيم وأسرف في المعاصي لا يقنط من رحمة الله يرفع يديه ويتوب إلى الله تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم وسليمان بن عبد الملك صعد المنبر ويعني دعا الله عز وجل وبكى قال إلهي إن ذنوب عظيمة وإن قليل عفوك أعظم منها اللهم فمح بقليل عفوك عظيم ذنوبي شوف كيف الدعاء اللهم فمح بقليل عفوك عظيم ذنوبي يقول أحد السلف الله لو كان من الدعاء شيء يكتب بماء الذهب لكتب هذا الدعاء لأنه دعاء عظيم تأدب مع الله عز وجل لأن الله عظيم ما يتعظم الشيء ولا يتعاجز الشيء سبحانه وتعالى فلذلك كل ما كان الإنسان طن بالله سبحانه وتعالى عظيم وإيمان بالله قوي ويعلم ويجزم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه فإن الله يعطيه ويرضيه ويجزل له العطاء هل في أحد أكرم من الله يا إخواني الآن في ناموس الدنيا وفي قانون الدنيا أن الفقير يذهب إلى الغني صح ولا لي شيخ أحمد صح ولا لي شيخ سعيد الفقير دائما يذهب إلى الغني ليش لأن حاجة الفقير عند الغني أما في وجاه أما في مال أما في شيء من أمور الدنيا فما بالك بالغني العظيم يأتي إليك أيها الفقير الله جل وعلا الغني الجبار المتكبر ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله إلى سمائه الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه وينك يا أخي وينك وانت غط في سباة عميق والله لو يقولون الدائرة الفلانية يتوزع دراهم الساعة ثلاثة من الليل يعطون مئة ريال على كل واحد في كرت العائلة والله تلقى أنا ماسكي سيرة من الساعة واحدة وإنما نعقب العشاء بعد فما بالك بالعظيم الكريم الذي بيده ملكوت السماء والأرض إنما عمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ينزل نزولا يليق بجلاله إليك أيها الفقير المسكين الضعيف في سمائه الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه أين أنت أيها المريض أين أنت أيها الفقير أين أنت أيها المبتلى والله جل وعلا نزل نزولا يليق بجلاله جل وعلا إلى سمائه الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر إلجأ إلى الله ارفع كف الضراعة إلى الله اسأل الله حوائجك الصحابة رضي الله عنهم كان حتى الملح إذا قل عندهم كانوا يسألون الله يا رب انك تنزقني بالملح لذلك مو بالضرورة انك ما تدعو الله عز وجل في المصائب الكبيرة ادعو الله دائما في شراك النعل مثل ما تفضل الشيخ وجاءت في السنة فلذلك دائم اترك دائما اتصالك بالله سبحانه وتعالى الهج بالدعى دائما في الرخاء في الشدة في كل وقت دائما ادعو الله عز وجل فتقول الملائكة إذا جاءك شيء من الكرب ودعوت الله قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف من عبد معروف فيستجيب الله عز وجل لك لأن صدتك دائما صوتك في السماء دائما تدعو الله عز وجل سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم التوفيق المبارك لأن العبد ما يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لفي جميع أمور حياته أبو علي لعلك تتكلم عن هالموضوع بما يفتح الله عز وجل عليك أتعالى عمرك هالشيب غاكم تعطوني شوية حتى ما تقولوني اني بأطول عليكم بيان ورجاء أما البيان في الدعاء ما يحتاج لها تبرير هو المجيب هو المجيب هو المجيب وهو القريب ونحن البعيدين إذا صليت فصلي لله ما هو معناه أنك ما تصلي لله لكن نعرف ماذا تقول بجيبكم قصة من واحد قلت سمعتها ولو أني ما تحضرني كاملة لكن الرجل يقوله من أصحاب الحملات أخذ مجموعة حملات مرخصة وكل شيء إلا أنه ما وجد مكان والناس كلهم ينتظرون وقرب الحج لما يبقى الله ثلاثة أيام أو حول يعني عن يوم التروية وكل شيء يقولون راح إلى مكة خلاص انقطع من السبل إلا من الله فرأى له مسجد فجنح لهذا المسجد ووجد فيه أعجمي هذا الله يعلم نيدون ويصلي في المقدمة والمصحف في يده صلى له ركعتين وجاء عنده يقول له ادع لي يقول له ما عرف ما عرف ما عرف قال ادع لي أنه محتاج يقول الله هذا نفر يريد شيء أو كذا تقريبا كذا تقريبا يدعي لها طبق المصحف وطلع باقي يأخذ عزكم الله النعال حقه من أنباب المسجد يتصل به واحد من الهن وينك أبو فلان قال والله وضعي كذا 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 قال هنا حملة فاضية كاملة تعال استلمها يقول كانت الدنيا كلها وما وما أحد يشرح عليه ترجمة نانسي قنقر